مجاز لأهم الأنباء أهلا بكم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير أربع زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر بعد ساعات من شن الطيران الأمريكي البريطاني ستغارات على الحديدة وحجة وأوضحت أن الزوارق المسيرة كانت تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة مشيرة إلى أنها تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا من جهته أعلن الحوثيون تتشين ما أسموها المرحلة الخامسة من التصعيد بعد غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على ميناء الحديدة أشار زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن السهداف تل أبيب المحتلة يمثل بداية المرحلة الخامسة من التصعيد وأصفا ذلك بأنها معادلة جديدة وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي على اليمن لن يمنع جماعته من الاستمرار في التصعيد دعما لقطاع غزة حد قوله معبرا عن سعادته بما أسمى هالمعركة المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي في الشان الاقتصادي تخطى سعر الدولار عتبة 1900 ريال والريال السعودي 500 ريال في أدنى مستوى للعملة المحلية وسط عجز حكومي عن إيقاف التدهور المستمر مصادر مصرفية قالت أن سعر صرف الدولار الواحد وصل إلى 1923 ريال فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 501 ريال في تعاملات السوق في مناطق نفوذ الحكومة يأتي تهوي قيمة العملة بالتزامن مع تصاعد الحرب الاقتصادية بين الحكومة والميليشيا في سياق آخر أفرجت قوة المجلس لانتقال المدعومة من الإمارات عن الصحفي فهم العليمي بعد نحو أسبوع من اختطافه في العاصمة المؤقتة عدن مصادر محلية قالت أن قوات الانتقال أفرجت عن العليمي بعد أن اختطفته الخميس الماضي في جولة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان وكانت نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية نددت بحادثة الاختطاف ودعت الانتقال إلى سرعة الإفراج عنه والتوقف عن الانتهاكات التي تطال الصحفيين في الشان الإنساني أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح قرابة 11 ألف شخص باليمن يمثلون أكثر من 1800 أسرة منذ مطلع العام الجاري أوضحت مصفوفة تتبع النزوح أنها رصدت في الأسبوع الماضي فقط تعرض 57 أسرة تتألف من 342 فرد للنزوح مرة واحدة على الأقل وأشارت إلى أن غالبية حالات النزوح سجلت داخل وبين محافظة مارب وتعزو الحديدة نهاية المجاز إلى اللقاء